محمود نبدأ مع التحليق على مستويات منخفضة في هذه الأثناء للمقاتلات الحربية التي كانت قبل دقيقتين تحديداً أغارت لمرتين على بلدة حنين هذه البلدة القريبة منها والتي هي أيضاً قريبة من بلدة عيت الشعب تحديداً بين بلدتين حنين وعين إبل حيث تم استهداف ألية للجيش اللبناني قبل أيام ومقتل ثلاثة من الجنود على تلك الطريق أغارت في هذه الأثناء الطائرات الحربية هذه الغارات تتواصل على عدد كبير من البلدات الحدودية وبلدات في العمق الجنوبي منذ بعض الوقت غارة على بلدة العباسية سبقتها أيضاً غارة على بلدة تفاحتة وبحسب المعلومات هناك قتلة إذ أن هذه الغارة استهدفت منزلاً كان مليئاً بالمدنيين وبالتالي هناك بحسب المعلومات سقط قتلة جراء هذه الغارة ولكن لم يعرف عددهم حتى هذه اللحظة من القتلة أو الجرحة جراء هذه الغارة بالنسبة للوضع في جنوب لبنان نبدأ مع آخر بيان أصدره حزب الله منذ بعض الوقت عن إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق بلدة جبشيد جنوب لبنان منذ بعض الوقت أو منذ دقائق أصدر هذا البيان وقال بأنه تم استهدافها بصاروخ أرض جو وكانت تشتعل عندما كانت تسقط فوق بلدة جبشيد جنوبية لبنان غير ذلك تستمر المواجهات هنا على البلدات الحدودية وهي في أكثر من نقطة في عيد الشعب حيث كانت المواجهات ترجي في هذه الأثناء لا يسمع صوت إطلاق الرصاص من الأسلحة الرشاشة قبل حوالي عشرين دقيقة غارت الطائرات الحربية أيضا على هذه البلدة في مشهد لتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على هذه البلدة لاستمرار هذه المواجهات لليوم الواحد والعشرين على التوالي رغم أنه هذه المرة بالفعل دخلت القوات الإسرائيلية إلى داخل البلدة والمواجهات ترجي في تلك النقطة حيث كان حزب الله أعلن بأنه تم استهداف قوة إسرائيلية في شرق هذه البلدة بلدة عيد الشعب يوم أمس تم استهداف قوة إسرائيلية أيضا في بلدية عيد الشعب ما يدل على دخول هذه القوات الإسرائيلية وإن لم تكن تم السيطرة على هذه البلدة مع استمرار المواجهات إلا أن هذه القوات دخلت إلى البلدة ويتم استهدافهم برشقة صاروخية من قبل حزب الله لمنع سيطرة إسرائيل بالكامل على هذه البلدة وبالتالي هذه المواجهات مستمرة وسماع أصوات الأسلحة الرشاشة طبعا يدل على استمرار هذه المواجهات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية في أكثر من نقطة حدودية أيضا محمود هناك مواجهات بين الطرفين تحديدا في بلدة الطيبي، بلدة الطيبي ليست بلدة حدودية تماما إنما تقع صفا ثانيا من هذه البلدات الحدودية وبالتالي أيضا فيها مواجهات ما يدل بالفعل على دخول القوات الإسرائيلية إلى تلك البلدات في بلدة الطيبي كانت هناك سلسلة من المواجهات اليوم بين الطرفين اشتباك أيضا من مسافة قريبة بين الطرفين بعدها وبعد هذا الاشتباك حضرت قوة مدرعة لإسناد القوات الإسرائيلية الموجودة ولكن تم استهدافها برشقات صاروخية ما أدى إلى انسحابها بحسب بيان حزب الله ومنذ بعض الوقت أيضا أعلن مجددا بأنه تم استهداف قوة إسرائيلية داخل بلدة الطيبة بلدة رب 30 شهدت المشهد نفسه بلدة العديسي أيضا كانت هناك مواجهات واستهدافات لأربعة مرات لقوات إسرائيلية كانت داخل هذه البلدة أربعة مرات تم استهدافهم برشقات صاروخية إذن ينتقل هذا المشهد من بلدة إلى أخرى اليوم أيضا تم تدمير أربعة دبابات مركافة واحدة في بلدة العديسي واحدة في بلدة رب 30 واحدة بين رب 30 والطيبة وواحدة في موقع مسكاف عام هذا الموقع المطل تماما والمشرف على بلدة العديسي بالمقابل مع هذه الاستهدافات وتكرر الاستهدافات لأي تجمع لجنود إسرائيليين داخل هذه البلدات أو في المواقع القريبة والمستعمرات القريبة تواصلت أيضا الرشقات الصاروخية من قبل حزب الله إلى الداخل حيث وصلت إلى تل أبيب أو ضواحي تل أبيب وحيفا مع إعلانات متكررة لحزب الله عن هذه الاستهدافات هو قال بأنه استهدف قبة نيريد في ضواحة الأبيب بالإضافة إلى قاعدة جليلوت المتعلقة بالاستخبارات الإسرائيلية أيضا في ضواحة الأبيب مع استهداف أيضا قاعدة إسرائيلية بحرية في شمال غرب حيفا يعني رائد الأغبر يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الاستهدفات في بلدات الشمال الإسرائيلي يعني هذا هو الوضع فيها الجنوب اللبناني في فضل رائد محمود نقف على آخر التطورات والتصعيد المستمر هنا على امتداد هذا الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل شمال إسرائيل وجنوب لبنان قبل دقائق آخر رشقة صاروخية انطلقت من جنوب لبنان من ناحية حزب الله عشرون صاروخا انطلقوا الدفاعات الجوية ونتحدث هنا عن القبة الحديدية اعترضت جميع الصواريخ لم يفلت ولا صاروخ واحد من هذه الصواريخ لكن قبل ذلك كانت رشقة من عشرة صواريخ زميل المصور يظهر لنا الصورة حيث لا زالت الحرائق التي اندلعت في بعض المستوطنات أمامنا أعمدة الدخان والحرائق التي لا زالت مشتعلة في مستوطنة دان وبجانبها مستوطنة كريات شمونة مارقليوت المنارة المطلة هذه مستوطنات مغلقة تعتبر مستوطنات تابعة للجيش بالفعل عدة رشقات صاروخية تقريبا كل ساعة محمود رشقة صاروخية من عشرة أو عشرين وفي بعض الأحيان ثلاثين صاروخ الدفاعات الجوية كانت لا تطلق مثلا عندما كان هناك عشرة أو خمسة عشرة صاروخا لم تطلق صواريخ من المنظومة الدفاعية بينما في بعض الأحيان تطلق الصواريخ من الدفاعات الجوية وتعترض جميع الصواريخ أحيانا تطلق وتعترض بعضها وبعضها يسقط في أهداف بعينها هنا نرى بأن اليوم كان هناك استهداف لمستوطنة مردخاي أصيب أربعة جنود وقتل جندي إسرائيلي في هذا الاستهداف كان قبل أربعة ساعات تقريبا بالفعل الأعمال العسكرية مستمرة من جانب حزب الله منذ الصباح الباكر والاستهدافات وصلت إلى عكا وخليج حيفا ووصلت كما أسلفت ناهد إلى ضواحي تل أبيب صواريخ نوعية وصلت إلى المناطق البعيدة وهنا نتحدث عن 70 إلى 80 كيلومتر الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحسب البيان الرسمي كانت تعترض بعض الصواريخ ومنها ما قال الجيش بأنها سقطت في مناطق مفتوحة ومنها ما سقط على أهداف وتسبب بأضرار عند المستوطنين وكذلك في الأبنية اسمح لي يا رائد لأن الصورة الآن من الكاميرا كاميرا المصور المرافق لزميلنا رائد الأغبر مفدنا إلى الحدود الشمالية القصف شديد جدا هنا أصوات دوي انفجارات قوية محمود نسمع فعلا لأنه دائما ما كنا نصلت الضوء على هذه الصورة في بلدات الجنوب اللبناني نتيجة الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب نحن أمام صورة مختلفة تماما هذه المرة وهي هذه الحرائق المشتعلة نتيجة صواريخ حزب الله التي وصلت إلى مستوطنات الشمال هذا الحريق أين رائد بالضبط يعني يعني هل تحدد لنا المستوطنة التي هذا الحريق في مستوطنة نعم نعم هذا الحريق في مستوطنة تدعى مستوطنة دان وخلف منها تماما إذا تظهر صورة أضواء المنازل هي مستوطنة كرياتش موني المعروفة والتي يستهدفها حزب الله يوميا ومن الناحية اليسرى كانت مستوطنة مردخاي التي قتل فيها جندي اليوم وإصابة ثلاث آخرين لا بد من الإشارة أن اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن عن إصابة خمسة وعشرين جندي في الأعمال العسكرية البرية التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان في الاقتحامات وأيضا أعلن عن مقتل جندي في الصباح الباكر كما أن اليومين الماضيين شهدوا إصابة أعداد كبيرة من الجنود ارتفعت عن مئة جندي الأعمال العسكرية البرية مستعرة فعلا وقاسية يعني تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة وهو يقول بأنه يقتل أعداد من عناصر حزب الله ويدمر في البناء التحتية ويستحوذ على أسلحة يظهرها بفيديوهات على مواقعه الرسمية نحن نرى سلاح الجو باستمرار يجري غارات على جنوب لبنان وعلى العمق اللبناني وكذلك المروحيات هديرها لا يتوقف محمود فعلا هذه المنطقة اليوم تحديدا كانت الرشقات الصاروخية كل ساعة عبارة عن عشر أو عشرين وصلت إلى ثلاثين في بعض الأحيان وكانت القبة الحديدية تعمل أحيانا وأحيانا لا تعمل لا يزال الشارع الإسرائيلي لديه امتعاض من عدم نجاعة الأنظمة الدفاعية الجوية التي لا تستطيع حماية المستوطنين والمستوطنات كما يعد المسؤولين بأن هذه فترة العياد يجب أن تمضي ويعود المستوطنين إلى منازلهم هذه الصور تظهر وتؤكد بأنه من الصعب حسب الشارع الإسرائيلي عودة المستوطنين إلى هذه المناطق لاستقبال القدائف والصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان وضح للمشاهد الكريم هذه الصورة ليست في الجنوب اللبناني بل في الشمال الإسرائيلي وتحديدا مستوطنة دام هذه الحرائق السنة النار نتيجة صواريخ حزب الله التي تطلق لو نبقي هذه الصورة وممكن ناهد يوسف تعلق لنا كيف خرجت ناهد الصواريخ من الجنوب إلى هذه المناطق تحديدا ناهد نعم هي كانت تنطلق من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل والجولان في رشقات صاروخية متتالية بالفعل هي لم تتوقف اليوم العديد من هذه الرشقات أطلقت ولكن اليوم كان الرشقات الأكبر أطلقت من إصبع الجليل وبالتالي من القطاع الشرقي أو باتجاه إصبع الجليل وبالتالي من القطاع الشرقي في جنوب لبنان وليس من هذه المناطق التي نحن نتواجد فيها والتي كانت تستدف العديد من المستوطنات أو المستعمرات في تلك المناطق وبالتالي هذا مشهد يتكرر ويمكن أن نظاهد أنه منذ أربعة أيام منذ أن أعلن حزب الله أو أعلنت غرفة العمليات في حزب الله بأن الحزب دخل مرحلة جديدة من المواجهات في هذه الأثناء أيضا نسمع صوت غارة أخرى يبدو أنها أيضا في بلدة حنين نعم هي في بلدة حنين في هذه الأثناء هي رابع غارة في هذه الأثناء تستهدف بلدة حنين هي بشكل متزامن ومتتالي إذن كانت غرفة العمليات في حزب الله قالت بأن الحزب دخل في مرحلة جديدة من المواجهات وبأن هذه العمليات ستأخذ منحا تصعيديا وهو بالفعل ما كنا نرصده في العمليات في هذه الأيام الأخيرة إن كان بإسقاط المسيرات التي تحصل يوميا يوم أمس أيضا تم إسقاط مسيرة أخرى أو إن كان بالنسبة للعمليات مع تواصل هذه الرشقات تجاه ضواحة الأبيب وحيفا وأيضا إدخال مستعمرات جديدة كما حصل اليوم على لائحة أهداف حزب الله وهي مستعمرات نسمع بها للمرة الأولى أو يقوم حزب الله باستهدافها للمرة الأولى كما تم اليوم أيضا استهداف مصنع للصناعات العسكرية نشاهد أيضا غارة في هذه الأثناء على عيد الشعب محمود نحن دقيقة حتى نوضح للمشاهد الكريم نحن على الجانبين نحن كاميرا الحدث موجودة تنقل للمشاهد الكريم الحرب من الجانبين على اليمين هذه مستوطنة دام التي وصلتها صواريخ حزب الله وزميلي رائد الأغبر موجود هناك وأيضا على اليسار هذه عيد الشعب توصلها قزائف المدفعية الثقيلة وأيضا الغارات كمناهد ستوضح لنا بلحظة يعني هذه اللحظة التي المشاهد يتابع الشاشة الآن هي لحظة المعركة والحرب على الجانبين بهذه الطريقة التي يجتهد مرسلون وزميلنا الموجودين على الأرض في إرسال هذه الصورة وإيصال هذه الصورة للمشاهد الكريم لنقل هذه الحرب على الجانبين على اليمين شمال إسرائيلي مستوطنة دام على اليسار عيد الشعب حيث تتواجد ناهد يوسف تفضلي ناهد أكملي نعم بالفعل هي تكملة لسلسلة الغارات التي تستهدف هذه البلدة لليوم الحادي عشر على التوالي وكنا أشرنا إلى غارات أخرى على بلدة حنين بلدة حنين هي أحدى البلدات أيضا التي تواصل عليها الاستهدافات الإسرائيلية منذ أيام خصوصا مع محاولات إسرائيلية للالتفاف باتجاه عيد الشعب من منطقة حنين لذلك هي أيضا تعمل أو تحاول أن تدخل هذه البلدة أو أن تسقطها عسكريا حتى تتمكن منها للدخول إلى عيد الشعب من جهة أخرى حنين بعدها تربطها بلدة عين إبل من عين إبل إلى رميش وعيد الشعب لذلك هذه البلدات بالفعل متقاربة لبعضها وبالتالي في حال تمكنت من السيطرة على بلدة حنين هي بذلك تريد أن تدخل إلى بلدة عيد الشعب من جهة أخرى المشهد نفسه في القطاع الشرقي مع استخدامات لبلدة الطيبة هذه البلدة أيضا لم تكن في كصف أول يعني هم حاولوا السيطرة على بلدة حنين لكنهم لم يسيطروا بالفعل يعني هي حتى هذه الساعة تشهد مواجهات تشهد مواجهات لكن لم يسيطروا بالفعل يعني بلدة حنين بلدة القنزح اسمحي لي نهاية دقيقة لو ممكن رائد أيضا يعني حتى لا نهمل هذه الصورة على يمين شاشتنا الآن رائد يعطي تفاصيل أكثر رائد نحن أمام قتيل وثلاثة جرحة في مستوطنة مردخاي هذه قريبة من دام مستوطنة دام التي تشتعل فيها النيران الآن نعم محمود التي تشتعل فيها النيران هي مستوطنة دان ومن ناحيتها من الشمال مستوطنة مردخاي التي قتل فيها جندي وأصيب أربع آخرين لكن الأعمال العسكرية مستمرة منذ الصباح الباكر والرشقات الصاروخية أكرر دعني محمود اسمح لي بأن هذه الرشقات الصاروخية اليوم كانت كثيفة جدا كنا نتحدث عن عشرين وثلاثين وعشرة وخمسة عشر بالتأكيد أنها وصلت حول مائة وخمسين صاروخ التي أطلقت من جنوب لبنان من مناطق عديد أهمها كان المتاخم لإصبع الجليل وما هو ناحية الخيام التي تتعرض باستمرار لقصف المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام أمامنا لو نطلب من زميلنا المصور أن يسلط الضوء على بلدة الخيام داخل لبنان حتى المتلقي يعرف تضاريس المنطقة بأن هذه المستوطنات متاخمة لبلدات نراها بالعين المجردة على هذا الشريط الحدودي الآن الكاميرا تتوجه إلى بلدة الخيام على الناحية الأخرى ناحية اللبنانية نعم جنوب اللبناني حيث تتواجد طريق دنيا البلدات المضيئة في آخر الصورة في آخر الصورة هذه هي البلدات اللبنانية محمود وهي بلدة الخيام خلف التلة التي أمامنا وأيضا هناك أعمدة الدخان تتصاعد في تلك المناطق نراها من هنا بالعين المجردة إثر القصف الإسرائيلي على الجانب الآخر على الجانب اللبناني في ذات الوقت التي كانت فيه الصورة على النيران التي اندلعت في المستوطنات وخلفت في مستوطنات أخرى قتلى وجرحى الأعداد عند الخسائر مقصودة عند الجيش الإسرائيلي لأن الصورة التي تصفها رائد هي موجودة الآن على يسار شاشتنا يعني ونحن نحاول أن ننقل الرؤية بزاويتها جنوب لبنان شمال إسرائيل رائد يرى إذن نعود إلى الحرائق نعود إلى الحرائق التي اندلعت في المستوطنات وهي الصورة أبلغ حقيقة لأن هذا ما تبقى من الحرائق محمود لو كنا قبل ساعة تقريبا كانت أعمدة الدخان تتصاعد من كل هذه المستوطنات كانت النيران مشتعلة من عدة مناطق وسقطت مجموعة من الصواريخ دفعة واحدة لم تعترضها الدفاعات الجوية ما تسبب باندلاع عديد من الحرائق وسقوط الضحايا وإصابات من الجانب الإسرائيلي أنا أشكرك الحقيقة رائد الأغبر مفدنا إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية وزميلتنا ناهد يوسف من أرميش في جنوب لبنان شكرا جزيلا لكم وللمصورين الذين رافقوا هذه الجولة ناهد شكرا جزيلا لك ناهد ورائد أيضا شكرا جزيلا لرائد اشتركوا في القناة